خلينا نروح لزميننا محمد توفيق أيضا من أرض الملعب واللقاء مع عادل وتفضل يا محمد من جليل براحب بك كابتن هايسة مضيف الكرام وكل مشاهدين متابعة قناة النادي الأهلي مكملين لقاءاتنا وتقطياتنا نبارات الأهلي وسبورتنج وفوز النادي الأهلي 3-0 ومعنا واحد من نجوم المباراة والتغييرات اللي حسمت زي ما بقول الشغط الأولى وكان معارب شوية محمد عادل يمكن كابتن ميدو نزلك أعتقد فراتي كتير جدا خاصة في الإرسال وكمان على الشبكة الحمد لله ببراك النهاردة للجهاز الفني واللعبين الحمد لله النهاردة كان مطشي قوي جدا أقوى فرقة في المجموعة سبورتنج بعدين فده كان المطشي ده كان بحدد المركز الأول بيننا وبين سبورتنج فالحمد لله حضرنا نحسب المطشي 3-0 والحمد لله كنا عمليين محاضرة كنا عمليين تعليمات من الجهاز الفنية نلعب بخطة معينة والحمد لله قدر ننفذنا الخطة وقدر نكسب الحمد لله المطشي ده سفر زي مولت سبورتنج هو المنافس الأول في المجموعة والفريق اللي كان ماشي معنا في نفس الترتيب لقد نقضت فرق سبورتنج بشكلها جيد كنتوا أول مرة تشوفها عطاك الضوت في الشوت الأول كان عامل فرق شوية نكو لسا ما شفتوش الفرق أو ما فتح لعبها فرق سبورتنج سنادي فرقة كويسة فرقة مميزة شدوا معنا في الشوت الأولاني ده فالحمد لله يعني سيطرة النادي الأهلي وفرقة النادي الأهلي عرفنا أن نسيطر على الشوت الأولاني وناخد الشوت الأولاني على كده الحمد لله عرفنا خطة لعبهم كان معنا لسكاوتين كابتن محمود وكابتن جمعة عرفنا عن عامل يال في الشوت التاني والحمد لله نفذنا تعلمات الجهاز الفني ولعبنا بالتشكيل اللي هم قالوا عليه الحمد لله وقدر نكسب الحمد لله ترد سفر أهمية علامات الجهاز الفني خاصة في الوقت المستقطع اللي اتاخد بعد النقطة عشان اعتقد فرقة كتير جدا هو أهم حاجة عندنا احنا فرقة ندي الأهلي مميزة بإرسالاتها زي ما انت شايف فبنشوف الكرة بتترافع فيهم فبنطلع طلعها بلوك أو سواء طبق أدابة بلوك فالحمد لله احنا عندنا أطوال عندها عالية باسم الله ما شاء الله فبنعرف نلعب مع الديفينس وراف فالحمد لله قدرنا نعمل ديفينسات كويسة وبلوكات كويسة والحمد لله قدرنا نكساوه من النهارة الاسف وان شاء الله الجاي أفضل ان شاء الله احنا السنة دي عندنا نظام الدوري مختلف شوية عندنا البلي اوف من 8 فرق وان شاء الله نقدر نحسب الدوري ان شاء الله على طول ان شاء الله شكرا بالتوفيه ان شاء الله ومستنونكم بطل لبطولك العادة ان شاء الله ان شاء الله حبيب ربنا نخليك ألف شكرا كابتن هايسم ده كل deserved�모محمد عادل دولا نجم من نادي الاهلي ودكت تغطيتنا مبارات الاهلي وسبرتن وفوز النادي الاهلي ت staying 0 وتربوه على قمة في بداية الدوري التمهيدي ان شاء الله كمان في جولة العودة ان شاء الله يكون الترتيب بالنادي الاهلي في المركز الاول وان شاء الله يكمل خلال البطولة ويكون بطولة جديدة بضيف لدولها بطولات النادي الاهلي ويكون الدوري الخامس على التوالي ان شاء الله النادي الاهلي دائما rayadasor who's body all caught up in the field لقناع مع محمد عادل دولة نجمي النادي الأهلي وديكت تغطيطنا مبارات الأهلي وسبورتن وفوز النادي الأهلي تالصفر وتربوها على قمة في بداية الدور التمهيدي إن شاء الله كمان في جولة العودة إن شاء الله يكون الترتيب بالنادي الأهلي في المركز الأول وإن شاء الله يكمل خلال البطولة ويكون بطولة جديدة بتضاف لدولة بطولات النادي الأهلي ويكون الدور الخامس على التوالي إن شاء الله النادي الأهلي دائما يبقى في المقدمة يبقى في المركز الأول